اشتركوا في القناة باوربوينت لمساعدة المبنعين امثالكم على تصميم مشاريعهم في العروض التقديمية بحيث ان تكون اكثر جازبية ويلا حتى نبدأ بعد الفاصل مباشرة اهلا بكم اصدقائي ومتل ما شفنا ببداية الفيديو كيف نصمم عارض تقديمي احترافي وببني على ارتباط تشعوبية وفي اقل الامكانات وبأسهل الخطوات طبعا البداية المطلوب منك قبل ما تبدأ باعداد العرض التقديمي هو وضع الخطة وهي موضوع العنوين الرئيسية للمشروع اتجهز اللوغو واتجهز معاك الايقونات رح تشتغل فيها واتجهز الهوية البصرية للالوان يلي رح تشتغل فيها وايضا اذا عندك ايقونات ايضا اتجهزة وتبدأ فيها رح نبدأ بانشاء شريحة جديدة نتوجه الى ادراج ومن اشكال بنختار المستطيل وبنقر مع السحب لارسل المستطيل بقدر فراغ الشريحة بالضبط بختار لهذا الشكل بدون اطار وانقر باليمين وبتوجه الى تنسيق الشكل للبدء باختيار الالوان اللي انا محتاجها لالو طيب هذه الالوان احنا كنا مجهزينها من الهوية البصرية اللي انا برغب اني اصمم المشروع من خلالها بنحدد المستطيل وبتوجه الى التعبئة وبختار تعبئة خالصا وبجي الى مربع اختيار الوان وباختيار اللون لتحديد اللون من هذا المكان فيتم تعبئة المستطيل كله بهذا اللون بنتوجه الى ادراج ومن اشكال برجى بختار مستطيل اخر وبنقر مع السحب لارسل مستطيل وليكن معاي بهذه المنطقة بختار لالو بدون اطار وبجي الى التعبئة بنفس الطريقة بختار الوان اضافية وبنختار اللون التاني باختصار وبساطة رح نتوجه الى ادراج ومن اشكال بختار عندي مستطيل ذو زوايا مستديرة وبنقر مع السحب عشان نرسل مستطيل بمساحة معينة اساسا هو يلي رح يتضمن المحتوى من قائم التنسيق بختار لالو محاذاة الى المنتصف عشان اضبط المحاذاة العمودية وبنقر مع التحريك تمام لحتى يكون في عندي تساوي بالمسافات متل ما نشايفين ما بين الحف اليميني المستطيل وما بين هذول الشكلين بالضبط بختار لالو بدون ايطار وما نختار لالو اي لون اي لون مغاير ما في مش له رح نقوم الان بعملية التفريغ المستطيل يلي بالخلفية بحددهم بضغط بفتح وبحدد المستطيل ذو الزوايا المستديرة ومن قائمة تنسيق الشكل بنختار طرح رح ناخد اللوغو وليكن عندي اللوغو الخاص بيني او اللوغو الشخصي اللوغو الشركة او المؤسسة بنضع اللوغو بمكان معين وبنكتب المسمى يلي نحن محتاجينه بعد ما قمنا بوضع آآ اللوغو والاسم بنبدأ بترتيب العنوين الرئيسية فخلني احدد كل هذه العنوين وبعطي كنترول زائد سي وبنتقل الى شريحتنا الرئيسية وبختار كنترول زائد في وخلنا نلونهم بلون خط يكون قريب الى اللون الابيض وليكن معاي بهذا الشكل وبلغي من البولد ومنزغر حجم الخط بعض الشيء وليكن معنا بهذا الشكل ومنرتب العنوين عالشكل التالي وبعد ما قمنا بعملية الترتيب الاول لمربعات النصوص او العنوين الرئيسية بالمشروع راح اكون بتحديد الكل بتوجه الى تنسيق الشكل ومن محاذا بختار توزيع عمودي وبختار محاذا الى الوسط راح نكبر شوي وبجي بختار الان موضع مناسب ربما الان ارجع اعيد وجهة النظر بالمحاذا واختار محاذا الى اليسار وبرجع الى تنسيق الشكل ايضا وبختار محاذا الى اليسار لحتى ناخد هذا الترتيب ويكون في عندي موضع للايقونات بجي بختار موضع مناسب للعنوين الان راح نتوجه الى الشريحة اللي حابطين فيها الماثرية والمواد بختار كنترول زائد سي للايقونات وكنترول زائد في وبتوجه الى تنسيق الرسوميات وبختار كمان نفس اللون اضغط مفتاح الكونترول مع الشفت او مفتاح الشفت ومنزغر للداخل لحتى نحن نزغر ايقوناتنا بما يتناسب طبعا احنا بيكون بهذا الشكل رسمنا الهوية البصرية لسلايد الاول او لصفحة الرئيسية بقي عندي موضوع صورة اني اضعها كبروفايل ويكون عليها تكستر وملمس محاكي لفينا نقول نحنا للهوية البصرية كالوان بتوجه الى موقع راح تشوفوا رابطه موجود بوصف هذا الفيديو ونختار اي ربما يكون صورة معبرة خلني اختار على سبيل مثال هاي دي الصورة بنقر باليمين وبنختار نسخ الصورة وبتوجه الى برنامج باوربوينت واعطي لصق للصورة بتوجه الى تنسيق الصورة وبنعطي النقل الى الخلفية عشان تتعبأ معنا فقط بهذا الجزء يلي قمنا اساسا بتفريغه بنقر على الصورة وبتوجه الى التأثيرات او الخصائص ومن تحسين الصورة راح انقلل السطوع عشان نعطيها عتامة وتكون مناسبة للعرض اه على الشريحة الرئيسية الان بقي عندي ربما بيكون في عندك ايقونات حتى تربطها مع مواقع التواصل الخاصة فيك يوتيوب انستجرام تويتر فيسبوك اين يكن بختار كنترول زائد سيم وانا كنت مجهز هذه الايقونات عشان نستخدمهم على عجل راح نكبر شوي وباخد موضع مناسب للايقونات بهذا الشكل طبعا الحصول على ايقونات ممكن انك تتوجه الى برنامج او موقع وبكتب في حقل وبتختار الفلتر محتاج وبتشوف عندك المئات من القوالب والعوائل والنماذج بيمكنك تستخدم ايا منها بمشروعك على العموم راح نرجع الى مشروع الباوربوينت وابدأ بالنقر باليمين وعمل تكرار للشريحة راح اقوم بازالة الصورة الموجودة بهذا المكان هذه اول خطوة راح انقر باليمين وبتوجه الى تنسيق الخلفية في حال انجز المهام تم اغلاقه طالما هو موجود بتوجه الى تعبئة خالصة وبجي بختار اللون الكاشف هذه المنطقة راح تكون عندي اياها فيها المحتوى انا محتاج عندي عنوان اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية الهوم هي الصفحة الاولى هذه الهوم او الصفحة الرئيسية بقي عندي سبعة عنوين بمعنى راح اقوم بادراج سبعة شرائح فاصبح في عندي الشريحة الرئيسية وسبعة شرائح طيب راح نبدأ الان باعطاء الارتباطات الشعوبية قبل ما اوظف موضوع الارتباطات بتوجه الى قائمة عرض الشرائح ومن اعداد عرض الشرائح نغير طريقة عرض الشريحة او التعامل مع الشرائح من اهلية الانتقال ونختار مستعرض دون مراقبة من الشاشة وعطي مفتاح لأوكي يعني حصرا راح يتم الانتقال من خلال مفاتيح الاجراء الان هذا موقعنا بالشريحة الرئيسية راح نتوجه الى ادراج ونختار من اشكال مستطيل ذو زوايا مستديرة لكن من جهة واحدة زوايا علمية مستديرة لما انكروا اسحب عندي فقط هذه الزوايا العلوية مستديرة بجي بختار من استدارة بنسبة تسعين درجة لكن بالعكس راح نصغل ارتفاع شوي وليكن معنا بهذا الشكل يا احباب بجي بختار الالو بدون خط اطار اما التعبئة بختارها من نفس العائلة اللونية لكن بيعطيها شفافية وبعطيها درجة لونية اقل وازا حبيت ازينها بظل الى الناحية اليسارية راح نحدد على كلمة الهوم مع الايقونة ونعطيهم احضار الى المقدمة ونعطيهم لون مغاير بجي بختار كنترول زائد سي وبجي الى الشريحة رقم اتنين وبختار كنترول زائد في وبنقر على المفتاح الشفت وبحرك للاسفل وبنفس الطريقة برجع بحدد الايقونة مع الاسم ومغير الالوان راح اكرر نفس العمليات ونستكمل لقاءنا لهذا اليوم راح نبدأ باعداد الارتباطات ولكن راح تكون على شكل وهمي بنتوجه الى ادراج ومن اشكال بنختار مستطيل وبرسم مستطيل على قدر المساحة من المتوقع النقر عليها بختار لالو بدون ايطار وبعبوه باي يون وليكن معاي مسلا باللون الاسود راح اضغط مع بعيده الى الشكل التاني مع الى الشكل التالت بجي الى الشكل الاول بتوجه الى ادراج ومن اجراء راح نعمل له ارتباط مع شريحة يلي رقمه التلاتة يعني راح يتوجه الى العنوان الاول تمام فبحدد علم بتوجه الى ادراج اجراء وبعطي ارتباط تشاعبي الى الشريحة يلي رقمه تلاتة اعطي موافق وعطي موافق نفس الشيش بعمل ارتباط مع الشريحة رقم اربعة وهكذا راح استكمل ارتباطات ونستكمل معكم هذا اللقاء بيمكانك الان ان نحدد كل هذه المربعات مع مفتاح الشفط طبعا لان مفتاح الكنترول يفاعل الارتباط بحددهم شكل كامل وبعطيهم شفافية بنسبة مية بالمية بختار كنترول Зائد سي وبتوجه الى الشريحة التالية بعطي كنترول زائد في باجي فقط على الارتباط الموجود بهذا المكان بضغط شيفت و بصحابه الى الاعلم اه متل مانا شايفين تمام وبعدل الارتباط الى الشريحة السابقة بحيث لما انقر على هذا المكان ارجعني الى الشريحة يلي هي اساسا رقمه اتنين هذي رقم اتنين اعطي اوكي وعطي اوكي نتوجه الى الشريحة التالية نفس المبدأ بعطي كنترول زائد في. تمام. وبرجع باختار الارتباط الموجود بالشريحة اللي انا فيها. بضغط وبحركه الى الشريحة الرئيسية. وبعدى الاجراء الى الشريحة رقم اتنين. رح ننفذ نفس الاوامر واستكمل معكم هذا اللقاء. بعد ما تمنا موضوع الارتباطات رح نحدد اول شريحة. بتوجه الى انتقالات. وبختار تحويل تدريجي. رح اتوجه الى موقع ست. هذا الموقع رح يكون موجود معنا بوصف الفيديو. هذا الموقع من جماليته انه يعطيك امكانية باختيار الهوية البصرية للرسوميات. كيف ممكن احدد هوية البصرية واستعين فيها? رح ارجع الى باوربوينت. برجع بحدد على هذا اللون يلي اخترناه هو اللون الكاشف. وبتوجه الى مربع اختيار اللون. وبجي الى الوان اضافية. وبجي الى مخصص. رح نشوف انه مكتوب عندي هون الكود الممكن استخدمه للون. هذا هو كود اللون بنظام ستة عشري. بختار كنترول زائد سي. وبرجع الى الموقع مباشرة. بتوجه الاختيار اللون. وبجي الى الكود بهذا المكان. واعطي كنترول في. يعني لصق. رح احمل سبعة اشكال. استضمها بالشرائح السبعة. وارجع لكم مباشرة ان شاء الله. رح نتوجه الى المجلد يلي اذرجنا ضمنه الرسوميات. وليكن عندي هذا المجلد. بجي بختار اول رسمة. وبنقر مع السحب عشان اضيفها بهذا المكان. وبهذه الشريحة. نبدأ بنقرأ على اول سورة توضيحية. وبتوجه الى تنسيق الرسومات. واضغط على مفتاح تحويل الى شكل. ونضغط على مفتاح الشيفت. وبحدد كبان النصوص الموجودة والصوريات. وكل كائنات الموجودة. ضمن آآ المكان الخاص بالمحتوى. وبتوجه الى تنسيق الشكل. وبنعطي ارسال الى الخلفية. الان رح اتوجه الى قائمة الحركات. وبختار وليكن عندي تحريك الى الداخل. وبختار اللي بدأ يكون عندي اياه مع السابق. وبفعل جزء الحركة. وبتضبط مدية زمنية معينة. وبشكل عشوائي. نضع نسب تأخير معينة. رح نقوم بنفس الاجراءات نفس الخطوات تماما على كافة الشرائح لهذا المشروع. وبعد ما انتهينا بقي معنا مرحلة ربط الايقونات مع منصات تواصل اجتماعي او الايميل او اليوتيوب ايا يكن. افترض رح اشتغل على اليوتيوب هو نفس الامر يسري على كافة المنصات. باجي الى عنوان الموقع. بختار كنترول زائد سي. وبناخد عنوان الموقع. بتوجه على ايقونة بحددها. بتوجه الى ادراج. وبناخد ارتباط شعبي. وباجي بختار هون العنوان. بعطي لصق للعنوان. يعني كنترول زائد في. وبختار موافق. وهلا رح نشغل المشروع. ونشوف انجازنا بهذا المشروع. طبعا هذه الهوية البصرية كاملة. الصفحة الرئيسية. انتقل الى القسم الاول. وشاهد الحركات وعرض النص بطريقة مبتكرة وجميلة للغاية. اذا كان حابب تتعلم اكتر مهارات اكثر احترافية. عن موضوع تصميم مشاريع احترافية. بصندوق الوصف. وفي النقاط البيضاء باعلى هذا الفيديو. رح تشاهد فيديوهين متقدمات شرحت فيهم بالتفصيل كيفية التعامل مع بنية متقدمة في برنامج باوربوينت لانشاء مشاريع احترافية. وايضا هذا الفيديو الموجود معنا الان على الشاشة. رح يكون معزز ومقترح لحضرتك. لحتى زودك بكل امكانيات وكل المهارات. القاكم على خير. واسأل مولى التوفيق الدائم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.